اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتي من بينها ضريبة القيمة المضافة التي ستشكل دخلا جديدا ضمن الإرادات مشيرا إلى استثناء تطبيقها على السلع الأساسية مراعاة لمصلحة المواطنين ولفت معالي وزير المالية إلى أن صندوق النقد العربي سيكون الجهة الاستشارية للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي كما سيكون الجهاز مسؤولا عن التعامل مع الجهات الأخرى داخل وخارج مملكة البحرين لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالضرائب وتجنيب الازدواج الضريبية